دقائق قبل إعطاء انطلاقة امتحان السنة الأولى باكالوريا الاستعدادات مكتفة لاستقبال المترشحين في ظروف آمنة بروتوكول صحي أبحى إلزاميا بجميع المرافق ها هو اليوم معتمد بالمؤسسات المحتضنة للامتحان إجراءات من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة كل من التلاميذ والأطر التربوية طيلة فترة الاختبارات تم اتخاذ مجموعة من التدابع الاحترازية وفق البروتوكول صحي المتفق عليه على المستوى الوطني يعني هو صار على أساس أن يمر هذا الاستحقاق الوطني في ظروف جيدة كان تركيز بشكل كبير على البروتوكول الصحي لن يكون متوفر جميع المؤسسات التعليمية وكما شفتوا جميع الترتيبات ديال التشوير ديال المواد المعقيمة ديال الكمامات إلى غير ذلك فهي كلها الحمد لله متوفرة ونلاحظ بأن التحق التلميذات المترشحة مترشحة اليوم كان بوحد مسؤولية بوحد الوعي بالوضعية الوبائية يوم استثنائي طال انتظاره من طرف التلميذات وتلاميذ سنة الأولى باكالوريا بعد تأجيل إجراء الامتحانات بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا ملامح الفرح والقلق تبعت صباح أول يوم من الاختبارات الساعة تشير إلى الثامنة صباحا في هذه الأثناء أعطيت الانطلاقة الرسمية لامتحانة سنة الأولى باكالوريا يوم طال انتظاره ما يزيد عن أربعة أشهر قلق وتخوف وفرحة في نفس الوقت هكذا عبر المترشحون عن شعورهم في هذا اليوم الاستثنائي سعيدا لنظرنا لنسنة وننشيقنا لنزلنا ونحن نتواجحنا لنسنة ونسنة 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 لا أتمنى لنستمر في المتناول لنشيقنا 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 لنشرحنا لا يمكن أن يكون أجلوا هذه المرة صراحة كنا نتوقع أن أجلوا ذلك يومين أنه لا يتأجلوا فنحن صراحة وذلك شيء نضعنا مزيان ونحن ندوز إن شاء الله كل شيء بخير اختبارات الامتحان الجهوي الموحد تستمر إلى غاية الثالث من شهر أكتوبر فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري بالنسبة لجميع الأقطاب وكافة المسالك